5000 جنيه شهريا لأصحاب المعاشات أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك في أحد جروبات المعاشات بوست منتشر بطريقة كبيرة أوي فقلت أقرأ لحضراتكم وأشوف رأيكم فيه إيه يلي تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات بعد ما تسمعوا اللي أنا هقوله دلوقتي السادة زملائي وإخواني أصحاب المعاشات المحترمين لدي فكرة واقتراح ربما يحوز إعجابكم وهي نحن تقريبا حوالي 9 مليون عضو بالمعاشات في جميع أنحاء مصر ما رأيكم لو تم عمل صندوق خاص بأصحاب المعاشات ويتم التبرع فيه بقيمة جنيه واحد شهريا يعني هيكون لدينا مبلغ 9 مليون جنيه في الشهر وهذا الصندوق يكون بصرف مبلغ 5000 جنيه في حالة وفاة العضو للورسة لعانتهم لو جسمنا 9 مليون على 5000 هيدينا 1800 عضو في الشهر وهذا الصندوق يتولى رئاسته أستاذنا الأكبر الأستاذ البدري فرغلي ويكون له فروع في كل محافظات مصر لسهولة التعامل معه وعدم إرهاق أعضاء المعاشات في السفر ويكون هذه التبرع من باب الصدقة فما رأيكم في ذلك وهذا طبعا بعد موافقتكم عليه شاكرا لكم ومتمنيا للجميع دوام الصحة والعافية وكل عام وأنتم بخير مسلمين ومسيحيين إن شاء الله ممكن نفكر يا جماعة يكون في إدارة صندوق المعاشات تعمل مستشفيات ونوادي خاصة لأصحاب المعاشات في كل محافظة أصحاب المعاشات وأسرهم يريد كل يفكر بطريقة ونساعد إن شاء الله والقرار في الأول وفي الآخر لكم أخوات العزاء معالي المستشار سيد الأفاضي المحامي العزاء كما تعودنا أن نطمع في قرامكم العالي هل يمكن عمل هذا الفكرة في شكل قانوني وتشكيل كيان قانوني معترف به رسميا في الدولة ومجلس إدارة مسؤول لتنفيذ المشروعات لأصحاب المعاشات ورعايتهم ورعاية أسرهم أنتم أهل القانون والقدوة لنا ونحن إن شاء الله خلفكم الأفاضي الأصحاب المعاشات القرار في الأول وفي الآخر لكم أتمنى أي حد يشوف الفيديو ده يكتب لي تعليق أسفل الفيديو إيه رأيكم في الموضوع ده أو إيه رأيكم في الفكرة دي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتدعموا المقطع بلايك وياريت تشيروا الفيديو ده علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من أصحاب المعاشات ترجمة نانسي قنقر